هيموليتك ديسيزوف نيوبورن HDN دي مشكلة كبيرة جدا لما يكون الام فاصلتها RH negative ويكون الطفل فاصلته RH positive زي الاب RH positive في الحالة دية الدم بتاع الجنين بيعدي من المشيما زي ما اتفقنا مع بعض للام الجهاز المناعي اول ما يتعرف على RH positive دي غريبة foreign بالنسباله على طول الجهاز المناعي يحصل له حال اسمها Sensitization Sensitization معناها ان تكون Antipods ليه لانه تعرف على قاله يعني غريب Antigens فبالتالي يكون لها Immunoglobulins أو Antipods اللي هي Anti D ضد الايه ضد اللي هي D Antigens بيكون نوحها IgG فتقدر انها ترجع تاني للجنين لما ترجع للجنين غالبا الجنين الاول مش بيتأثر ده Znot effect ده first fetus ولكن مع زيادة انتاج الانتيبودس ومع خروج الجنين الاول وهي حدوث الحمل التاني في الحمل التاني يلاقي الانتيبودس جاهزة على طول الانتيبودس الجاهزة دي تكسر في الاربسيز اللي هي D positive arpices of the second fetus هي بقى المشكلة بتاعت الهيموليتك بتحصل دايما مع second fetus طيب هنا احنا ممكن نتفادى القصة دي اه ممكن نتفادى القصة دي في حقنة الحقنة ديت بتتاخد عند الاسبوع الـ 28 من الحمل وعند الولادة على طول في الحمل الاول في الاسبوع الـ 28 لو خلنا الحقنة ديت بتعمل لنا لعملية الـ الـ وبالتالي بتمنع لي ان هو يبقى فيه انتيبودس تكسر الاربسيز بتاعت الجنين وبالتالي تمنع لي الهيموليتك ديسيز في نيوبورغ